موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجمل القول نبدأ حلقتنا لهذه الليلة بالعناوين أفاق اقتصادية واستثمارية لتعاون في مختلف المجالات بين السعودية والعراق موسيقى العواصم الأوروبية الكبرى تحذر إيران بخطاب شديد اللهجة لانتهاكاتها المستمرة للاتفاق النووي موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام قال معالي وزير التجارة دكتور ماجد القصبي في تغريدة اليوم بأنه تشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة بصحبة أخيه معالي وزير صناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وممثلين من عشر جهات حكومية للمشاركة في ملتقى ومجلس الأعمال السعودي العراقي الأول بصحبة وفد من رجال الأعمال السعوديين يمثلون 22 شركة لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاتثمار من القيادة وحتى أصغر مواطن كلا البلدين مؤمنان بعهد العلاقات الجديدة موسيقى كلنا ما عندنا أي نشك بأنه الروابط من البلدين روابط كبير جدا وعميقة جدا ومهمة وواجبنا أن نعمل على تحقيقها فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات امتدادا لعهد جديد من العلاقات السعودية العراقية وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي يرأس وفدا سعوديا في بغداد لإجراء مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية المشتركة يصحبه في الوفد وزير الصناعة وممثلون من عشر جهات حكومية ورجال أعمال سعوديون يمثلون 22 شركة لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين وعلى هامش هذه الزيارة سيعقد ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك كما تتضمن أجندة أعضاء من الوفد السعودي زيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهدات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي عهد علاقات سعودية عراقية جديد كان أول ثماره فتح منفذ عرعر الحدودي نوفمبر الماضي بعد إغلاقا دام لنحو ثلاثين عاما في مؤشر على تقارب اقتصادي بين الرياض وبغداد يزيد من زخمة عزم العراق فتح منفذ ثان مع المملكة يسمح بدخول السلع والبضايع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى 280 كم جنوب بغداد المناقشة هذا الموضوع ينضم معنا هنا في الستوديو دكتور فهد الخريج أستاذ العلام السياسي في جامعة الملك سعود أهلا وسهلا بك دكتور فهد مرحبا بك وينضم معنا في وقت اللاحق الأستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة تنباء اليوم مشاهدنا الكرام نبدأ الحوار لكن بعد أفاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا موسيقى 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 حالكم الله ومشاهدنا الكرام في هذا الملف الذي أبدأ فيه مع الدكتور فهد الخريج أهلا وسهل بك دكتور فهد يعني إذا ما نظرنا إلى هذه الزيارات وهذه الوفود هل هي زيارات دبلوماسية مناسبة لإرتقاط الصور فقط لتعزيز العلاقات أم أن هناك تنفيذ فعلي على أرض الواقع مثمر ينفع البلدين بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد أن هذه رسالة من المملكة ورسالة قوية أن العراق هي جزء من المنظومة العربية وهي جزء من المنظومة الخليجية وليست هذه المحاولة الأولى هناك كذا محاولة لاستقطاب العراق لكي تكون جزء من هذه المنظومة العراق لها تاريخ جميل كان العلماء والأساتذة والخبراء كانت تعج بهؤلاء النوعية الراقية من المتعلمين والثقفين والعلماء ونحن أنا أذكر كان مدرسين جزء منهم عراقين في الرياضيات وفي كثير من مواد التعليم فكان لهم فضل في التعليم الحقيقة في المملكة للأسف جاءت ظروف 1979 دائما هي الحقيقة ما قلنا تاريخ مشؤوم ولكن الثورة الإيرانية عندما حدثت بعدها بسنة 1980 بدأوا تصدير الثورة وتصدير الثورة كان يستهدف به العراق ودول الخليج ثم أن ينتقلوا المنطقة العربية بشكل عام ترتب على ذلك صراعات ومشاكل كثيرة جدا أحدثتها هذه الثورة والعمائم الحقيقة السبب يعود إلى أن لهم طموحات فارسية تحت مظلة شيعية هم يدعون طبعا يأخذون التشيع كمظهر لكن بحقيقة هم يطمحون للإمبراطورية الفارسية وعودتها من جديد مرة أخرى ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث صريح أنه لا فارس بعد فارس انتهت هذه هذه الإمبراطورية ولن تعود إلى التاريخ مطلقا للأسف الشرق الذي أحدثه الإيرانيون كبير جدا في العراق ويبقى دور دور الإخواننا في العراق طبعا الآن نحن نتفق إياهم مئة في المئة أن هناك حاجة أن تعود العراق إلى وضعها الطبيعي أن يعيش الإنسان هناك بصفة مستقلة كان العراقيون يعيشون في يعني في البصرة وفي غيرها وفي بغداد وغيرها يعيشون الشيعي والسني والمذاهب الأخرى لم يكن هناك أي فرق بينهم بل كانوا يؤتون للحج ولم نكن نميز بينهم أن هذا الشيعي ولا سني ولا مذهبه لم نكن ميز جاءت هذه الثورة وغيرت هذه المفاهيم وجعلت ما يسمى الطائفية العنصر الأساسي في هذا العنوان الذي ترتب عليه اليوم أكثر من مئة وخمسين تقريبا وحدة للحشد الشعبي مسلحة مرتبطة بإيران نعم وهذا يعني ربما يعطينا جواب حول ما يتعلق بانعزال العراق عن محيطة يعني نحن هنا في السعودية إذا ما نظرنا إلى علاقاتنا مع العراق نشاهد الكثير من أهل مصر نشاهد الكثير من أهل الشام والأردن وغيرهم لكن لا نشاهد الحضور والتواجد العراقي الكبير لا من ناحية الشركات ولا من ناحية أيضا الوافدين الذين يأتون المملكة العربية السعودية قد يكون هذا السبب؟ أنا أعتقد هذا التحليل جميل نعم بالتأكيد لأنه عزلوا العراق عزلوا الشعب العراقي بل جعلوا جعلوا عراق منطقة للقتل يقتلوا في بعضهم التعدي تجاوز المذهبية وصلت إلى قمتها في العراق الحقيقة لدرجة أنه لم يعد هناك أي أمل ظاهري في أن تعود ظاهرية في أن تعود العراق إلى منظمتها لكن الحمد لله المملكة تفتح أبواب ثلاثين سنة من المقارضة ثلاثين سنة مغلقة العدود بينهم الآن فتحت ولعل إن شاء الله الأبواب الأخرى تفتح ونعود إن شاء الله إلى سيرة الأولى الطيبة أذهب إلى الأستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة تنباء اليوم الذي ينضمعنا عبر اتصال الانهاتف أنا وسهلا بك أستاذ فرات ذكر نقطة مهمة الدكتور فهد في آخر حديثي حول ما يتعلق بإغلاق الحدود والمراحل التي مرت بها العلاقة السعودية العراقية بجفوة اليوم تعود العلاقات كأن شيئا لم يكن ما هي الدبلوماسية السعودية التي تقرأها مع دول الجوار فيما يتعلق بالعلاقات المضطربة أو العلاقات التي تمر أحيانا بمد وجزر نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك المشاهدين الكرام للغيف الكريم في الحقيقة العلاقات السعودية العراقية تاريخية منذ سنة 1914 وما بعدها ولكن مرت بظروف سياسية طبعا أولها كان الغزو العراق إلى دولة الكويت وكانت هذه هي الحقيقة المؤشر الأول لقطع العلاقات العراقية السعودية ومن ثم عودت العلاقات الدبلوماسية سنة 2015 يعني منذ خمس سنوات وأيضا تخللت هذه طبعا بعض المواقف وبعض الردود بين الطرفين ولكنه كانت المملكة العربية السعودية دائما حاضرة في المواقف التي تدعم وحدة العراق ووحدة أراضيه ووحدة شعبه وحاولت السعودية كثيرا نفذ الطائفية التي ذرعتها إيران طبعا في عراق كما نعرف وكما تفضل الدكتور أنه بعد 2003 أتت مجاميع كانت قد خرجت من إيران في عهد في سنة 1979 ثم عادت مرة أخرى مع غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وأسست بعض الميليشيات ولكن أريد أن أذكر شيء وأنوه إلى شيء طبعا قد أقف أو أختلف مع الدكتور خيين هناك سقوط للدولة الصفوية أو الطائفية التي صنعتها إيران منذ سنة 1501 منذ العهد الصفوي كان وكما تفضل الدكتور فتختبئ إيران خلف المذهب الشيعي ولكن أتكلم بهذا اللفظ ولكن هذه الحقيقة تختفي خلف المذهب الشيعي وتدعي أنها تمثل الشيعة ولكن في أكتوبر 2019 في العام الماضي خرج كل محافظات الجنوب وهو من أهل الشيعة ضد النظام الحاكم في العراق الذي أسته أو ضد الموالين لإيران طيب أستاذ فرات نعم وضحت الفكرة لكن اسمح لأن أعود إلى العلاقات السعودية العراقية إن سمحت لي إذا ما عدنا إلى العلاقة بين السعودية والعراق التي مرت أنا أتيك هناك كان دائما صراعي ناس تقول السعودية وناس تقول إيران داخل العراق ولكن ما لاحظناه هو حق السفارة الإيرانية والهجوم على السفارة الإيرانية وليس على السفارة السعودية وهذا دليل على أن الشعب العربي الشيعي والسني والكردي أيضا القومية الكردية وكلها تريد السعودية وتتمنى أن تدخل السعودية وتعيد العلاقات مرة أخرى ولاحظنا في معرض بغداد الدولي لتنة 2019 كان هناك احتفالات في الركن السعودي خاصة وأتت كثير من العوائل وكثير من الأهالي من جنوب العراق ومن شمال العراق ومن غرب العراق إذن تقصد أن الحاضنة الشعبية ترحب بالعلاقة والتقارب مع السعودية لكن إذا ما جئنا إلى المجال الدبلوماسي والمجال السياسي هل يمكن وصف العلاقة السعودية بأن هناك رابح أكبر أو مستفيد من الطرف الآخر أم أن العلاقة كل الطرفين فيها رابح وكل الطرفين فيها مستفيد نعم أستاذ محمد المملكة العربية السعودية والعراق دولتين متحاضرتين تقع على خط واحد من الشرق الأقليمي وهم أكبر مصدرتين للنفط في أوبك لو اجتمع العراق والمملكة العربية السعودية يتعدى النص لأوبك وهذا أول من ناحية الاقتصادية من ناحية الجغرافية العراق مع السعودية تمتد على أكثر من ألف كيلو متر من جهة البادية الشيء الثاني نحن لاحظنا اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد منذ سنة 2017 عندما بدأت أول لجنة للتنسيق المشترك بين العراق والمملكة وكان هناك إصراب من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أن يكون في ذلك الوقت لولة رئيس الوزراء حيدر العبادي أن هو من يأتي ويوقع على الاتفاقيات الثمانية عشر التي تم الاتفاق عليها بعد مرور شهرين من تشكيل لجنة التنسيق المشترك وأتى حيدر العبادي رئيس وزراء عراق ذلك الحين ليوقع على الاتفاقية ثم هناك ملاحظة أنه مستفى الكاظمي دولة رئيس الوزراء العراقي الحالي قد كتب مقالا قديما منذ عدة سنوات سبع سنوات وثمان سنوات يقول لا يمكن للشرق الأوسط أن يكون مستقرا إلا إذا اجتمع واتفق المملكة العربية السعودية والعراق قبل أن يكون رئيسا للوزراء وقبل أن يكون رئيسا للمخابرات العراقية قبل استسلمه لرئاسة الوزراء إذن هناك وأعتقد ما حصل منذ شهر ونصف الاجتماع المرئي بين سمو ولي العهد وبين دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والمؤشرات والتصريحات كانت واضحة أن هناك إصرار وأصبح هذا ليس خيار بل هذا واقع واتفاق استراتيجي لابد الانتهاء منه لابد أن تكون سعودية في مكان واحد استصدي لكل التحديات ونحن رأينا عندما ضعف العراق تضعف بعض الدول وعندما تضعف لا سمح الله سعودية أو تتعرض إلى خطر المملكة العربية السعودية وتعرض المنطقة إلى خطر لأنهم ما أنا أعتقد القوتان الأقليميتان التي ممكن أن يحققوا الاستقرار في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط أيضا وهذا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الأمنية ومن ناحية القوة العسكرية أيضا نعم وضحت الإجابة أستاذ فرات البسام لكن ابقى معنا دكتور فهد الخريجي هنا يريد أن يتحدث معك قليلا الحقيقة أشكر الأستاذ فرات على وضوح الرؤية فالعراق والشعب العراقي يستحقون الأمن ويستحقون الاستقرار ويستحقون الرفاية دول الخليج نموذج للتنمية وأتمنى أن تنتقل العراق من فكر الصراع وفكر التناحر الذي للأسف ضخته إيران للعراق ينتقلون إلى منطقة وهم ونحن بحاجة حقيقية للتنمية فأتمنى إن شاء الله ولعل هذا قريبا ولعل ما زيارة وزير التجارة والوفد السعودي هي رسالة قوية بأنه على أمام العراقيين مسؤولية كبيرة وهي التخلص من هذه الجماعات المسلحة وتخلص من تأثيرها وتأثيرها على القرار السياسي في داخل العراق وتمكين العراقيين المخلصين من اتخاذ القرار في مجال التنمية أريد أن نرى المدارس المطورة أريد أن أرى الأسواق وأرى التجارة وأرى الحركة الاقتصادية أرى التوظيف عانى الشعب العراقي بما فيه الكفاية ودول الخليج نموذج الكل يعرفه نموذج للتنمية والحقيقة أتمنى قريبا أن تنضم إلى هذه المنظومة الجميلة بإذن الله شكرا جزيلا لك أستاذ فرات البسام رئيس تحرير صحيفة تنبأ اليوم على إطرائك الحوار بهذه المداخلة أعود لك دكتور فهد فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد التقارب مع الخليج وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين صرح بأن الكويت والسعودية هما بوابة بلاده أي العراق إلى الخليج لماذا يعتبر الكويت والسعودية هما البوابة إلى الخليج لعله يعني تعطيه عذر بأنه الحدود الجغرافية يعني هي العنصر الأساسي فالحدود الأساسية طبعا المنطقة الخليج منطقة العراق يعني على حدود المملكة فيما يوازي تقريبا 900 كيلومتر نعم لكن هل يعني التقارب مع الكويت والسعودية هو تقارب لكل الخليج دول الخليج الحقيقة فيها تشابه كبير جدا في حاداتها وتقاليدها وقيمها والعراق جدا يعني قريبا منها إلى درجة كبيرة ليس هناك إلا تفاوض بسيط يعني في الجوانب الثقافية أعتقد أنه الكويت وعندما ذكر الكويت والمملكة العربية السعودية لأنهم هم الأساس فيه يعني الذي قد يكونون عامل مساعد في صناعة الاستقرار في العراق بذن الله طيب بعد خروج إيران كاملا من هذه المنظومة نعم رغم اختلاف التركيبة والسياق الذي تشكلت فيه دولة العراق وكذلك المملكة العربية السعودية إلا أننا نرى سمو الأمير محمد بن سلمان يقول بأنه لدينا نفس المصالح ولدينا نفس التحديات ما هي المصالح المشتركة والتحديات المشتركة بين السعودية والعراق؟ جميل الحقيقة الأمير محمد اختصر مشكلة المنطقة العراق والمنطقة عموما في هذه العصرين المصالح المشتركة هي كل دول المنطقة الحقيقة في منطقة الخليج تحرص على التنمية فهذه مصالح مشتركة تخيل المملكة تملك قدرات اقتصادية هائلة جدا وأن ينتفع منها العراقيون هذا أعتقد أنه جزء مهم جدا وفيد لهم في المقابل نحن نتمنى أن يأتي المستثمر العراقي وأن يستفيد من ما يسمى بالسوق المنفتعة سوق عالمية قوية اقتصادية يستطيع من خلالها أن يطور منظومة الاقتصادية في العراق ومن خلال مشاركته في الاقتصاد السعودي أما التحديات فهي واضحة الجميع يدرك أن إيران هي العدو رقم واحد الحقيقة للمنطقة والسبب يعود لماذا؟ أنها لم تعطي يوما واحدا إشارة بأنها لديها الرغبة في تحقيق السلام أعطيك مثال العراق هل تعلم أنه لم تبنى ولا مدرسة واحدة بعد سقود صدام حسين مدرسة واحدة لم يبنى الإيرانيون لم تبنى مستشفى واحدة بل أنه أغلقت مستشفيات وأغلقت مدارس ودمرت وهدمت مدارس وأسقطت الكاتيوشة على المناطق الخضراء وأسقطت الكاتيوشة على المناطق الآمنة فالتحديات واضحة بأن هناك الحشد الشعبي يعني أضعها بعبارة صادقة وصريعة الحشد الشعبي يعني كان يدعي أنه يحارب داعش ويقاتل داعش متى يعني فجأة إذا أراد الحشد الشعبي شيئا ما يظهرون داعش ويأتي الحشد الشعبي ويقوم بتدمير المنطقة وإذا قاموا بتدمير البصرة يخرج الحشد داعش فهم عنصر خطر على العراق نفسها وعنصر خطر على تنميتها لأنهم لا يفكرون إلا بالسلاع و بالقتل لقد قتلوا الكثير من الناس هل تعتقد أن هؤلاء يحاولون إحراج الكاظمي أكثر من مرة أمام جيرانه وأمام مشروعه الذي يرغب بالتقارب فيه مع العرب يريدون رضوخ الكاظمي و رضوخ الحكومة العراقية و رضوخ البرلمان و رضوخ الأنظمة لا يريدون صوت يا علو فوق و صوت إيران و لأجل هذا يعني كلنا نعرف يعني بدون ذكر أسماء يعني بداية حكم العراق و عد صدام كلهم ينتمون للتيار المؤيد والمتصل و المرتبط بإيران و للأسف يعني مارسوا أعمال كثيرة جدا نتمنى أن ينجح الكاظمي و أن تنجح الجهود السعودية في ربط الشعب العراقي بإخوانه في المملكة و في دول الخليج عموما و أن نتذكر الأيام الجميلة عندما كانوا يأتون إلينا مدرسيين و أساتذة و أطباء و كانوا يأتون يشاركون في التنمية في المملكة نحن اليوم لدينا الرغبة في أن نشاركهم لقد تقدمت المملكة الطبية نحن مددول متقدمة على مستوى العالم في الطب نحن مددول متقدمة على مستوى العالم في مجال التعليم جامعاتنا أصبحت في منظومة المئة على مستوى العالم لأجل هذا هي فرصة الحقيقة لإخواننا في العراق أن يرموا التاريخ السابق خلفهم و أن يتجهوا إلى المنظومة الحقيقية و رأينا ذلك في الشارع العراقي في أقل من دقيقتين سمحت لي هناك من يقول أن السعودية مدت يدها إلى العراق اقتصاديا و استثماريا و هذا يعني أن المملكة العربية السعودية لن يستطيع رفضها أي تيار داخل العراق لأن المملكة تعمل من أجل مصالح العراق أولا و أخيرا يعني لن يأتي تيار و لن يأتي رئيس وزراء يرفض أو يباعد بين العلاقات السعودية العراقية و السعودية لديها الاستثمارات الكبيرة التي توفر مئات الوظائف ربما آلاف الوظائف و تدعم الاقتصاد في العراق هل تتفق مع هذه القراءة بأن استثمار المملكة العربية السعودية في العراق يعني أنه لا أحد يستطيع أن يجافي المملكة العربية السعودية جهود المملكة اليوم و زيارة وزير التجارة و الوفد المرافق له معه هي ليست الأولى يعني حين ترى المملكة حاولت عدة مرات منها أذكر دعوة الصدر و محاولة تلطيف الأجواء و قبلها الاتصالات التي تمت عن طريق ما يسمى تلي الاتصال المرئي بين الحكومة السعودية و بين الحكومة العراقية لكن يبقى هناك عنصر أساسي قضية أنه لن يوقف هذا المدنب هناك إذا تمكن الحجد الشعبي من غرس أظافره و أعطي هذه الفرصة فسيفعل لكن يبقى دور العراقيين الآن في مكافحة هذا المرض الخبيث و إخراجه من العراق شكرا جزيلا لك دكتور فعد الخريج و أدعوك لإستمرار معنا في الملف القادم مشاهدنا الكرام ملف قادم و نتحدث فيه عن الخطاب شديد اللهجة إن صحت التسمية من العواصم الأوروبية الكبرى تجاه إيران و تصعيدها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم و انتهاكها المستمر للاتفاق النووي أدعوكم لمتابعة هذا الملف لكن بعد فاصل قصير حياكم رو مشاهدنا الكرام العواصم الأوروبية غاضبة نتيجة الإعلان الإيراني الأخير حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% بمفاعل نطنز إلى جانب وقف طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فأي تغيرات تجري في هذا الملف؟ والمنطقة مقبلة على مرحلة جديدة غضب أوروبي نتيجة الإعلان الإيراني الأخير حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% بمفاعل نطنز إلى جانب وقف طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي في ردها على اغتيال العالم النووي محسن فخريزادة الثلاثي الأوروبي أبدأ قلقه إزاء إعلان إيران بشأن رفع نسبة التخصيب ووصفه بأنه يتعارض مع الاتفاق النووي والتزامات إيران فيما دعا البيان طهران إلى العودة عن ذلك القرار إن أرادت الحفاظ على مساحة للدبلوماسية بيان الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا شدد على أنه إذا اعتمدت إيران القرارات التي اتخذتها مؤخرا سيؤدي ذلك إلى نسف الفرصة الدبلوماسية التي أتيحت لها مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وكان مجلس صيانة الدستور في إيران أقر قبل أيام قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة مواقعها النووية وبزيادة تخصيب اليورانيوم على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تخفف العقوبات عن طهران خلال شهر فيما انتقد الرئيس الإيراني روحاني خطوة برلمان بلاده مؤكدا أنها خطوة تضر بالجهود الدبلوماسية التي تستهدف تخفيف العقوبات الأمريكية لمجمل القول فيصر بن أحمد لمنقشة هذا الموضوع يستمر معنا هنا في الأستوديو الدكتور فهد الخريجي يستاذ العلام السياسي في جامعة الملك سعود وينضم معنا من واشنطن الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي أهلا وسلام بك دكتور حسن يعني بداية هل بدأت تتغير القناعات الأوروبية حول ما يتعلق بانتهاكات إيران أما الذي يحدث في أوروبا هذه الأيام نعم تحية لكم ولضيف الكريم ومشاهدين البرنامج طبعا هناك كانت مناورة في داخل إيران حول الغضايا المتعلقة بالملف النووي من قرار البرلمان إلى تحركات بعض المتشددين الآن يأتي أو تأتي مناورة أوروبية بهذا الشكل يعني هناك مناورة ضد مناورة ولكن هذه المناورة الأوروبية فيها نقطتين جدا مهمة وهذه النقطتين لم تكن في السابق وهذه ستكون مرحلة جديدة في علاقة إيران والأوروبين النقطة الأولى هذا البيان وهذا التوجه الأوروبي يقول أن لا فرق لهم هناك إصلاحي أو براغماتي أو متشدد فيها نحن ننظر إلى الدولة الإيرانية ونحن ننظر إلى الاتفاقية النووية وخرق الاتفاقية من قبل إيران موضوع استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة ومن الجيل الثاني غير مسموح إطلاقا إما هذا يأتي من قبل البراغماتيين أو الإصلاحيين أو يأتي من المتشددين هناك لا فرق للأوروبيين دكتور حسن منذ أن وقع الاتفاق النووي وإيران تنتهك وهذا حسب ما قالته الوكالة الدولية وحسب ما قاله المفتشين الذين سمح لهم مؤخرا بأن يفتشوا لماذا الآن بدأت تتغير القناعات واللهجة الأوروبية لأن في هذه الظروف هناك حصل تغيير في الولايات المتحدة هناك جو بايدن يأتي ويريد يتعاون مع الأوروبيين لذلك الأوروبيين يقولون نحن مفتوحين على التعاون الأمريكي هذه المرة ليس مشكلتنا أمريكا وترامب بل مشكلتنا النظام الإيراني وإجراءات النظام الإيراني ولذلك هم يتوجهوا ويركزوا على هذه القضية أيضا هناك كانت استحقاغات في قضية الملف النووي والاتفاقية النووية كان على الأوروبيين أن يتحركوا في زمن ترامب ولكن في وجوز سيد ترامب لم يتحركوا الآن لا ضمان أن هناك هؤلاء لم يتحركوا وكل هذه الإشارات تقول بأنهم يتحركوا ويتعاونوا مع الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني لا وضحت الإجابة أعتذر على مقاطعتك وضحت الإجابات إلى دكتور فهد هنا في الأستوديو لهذه الدرجة يرتبط الموقف الأوروبي من إيران بوجود ترامب أو رحيله بوجود إدارة جديدة أو عدم وجودها؟ يعني السياسة تتيح مجال لأنه يعتقدون أن بايدن سيكون أفضل حالا في التعامل لأنه ترامب ألغى فعالية حلف النيتو كمنظومة عسكرية وأجبر الأوروبيين على دفع رسوم أعلى للدفاع في الحلف وفي الدفاع وأجبرهم على حتى ممارسات اقتصادية يعني يضع عليهم الضرائب مضاعفة طبعا الأوروبيين موقفهم هذا الجديد يعبر عن غضب ونحن في الخليج لا نريد غضبا نريد فعلا حقيقيا لماذا؟ لأنه عندما كان ترامب يجري مقاطعة كان يعني يستر مقاطعة على الإيرانيين كان الأوروبيين يتعاملوا معهم بأريحية اقتصاديا يعني كانت تيارين الأمريكا تمثل تيار والأوروبيين يمثلون تيار فهل يتفق هذا التيارة؟ الله أعلم لكن المثير للدهجة المسموح به حسب وكالة الطاقة الدولية أنه مسموح للإيرانيين بـ 200 كيلو من المواد المشعة الإيراني من الخفض التقسيم الآن يملكون 2500 تخيل من 200 إلى 2500 يعني وينكم يا الـ وين المرضمة الدولية؟ وين الأوروبيين؟ وين أمريكا؟ وين أوروبا؟ لكن فيما يتعلق بالموقف من ترامب هل أنت لا تتوقع أفعالا لأن ترامب رحل أم أن هذا لا يتعلق بالموقف الأوروبي والأمريكي؟ المشكلة أنه طبعا هناك يعني لا نريد أن نبني سياسة بايدن على سياسة خلفه الذي هو الحكومة السابقة الحقيقة قبل ترامب يعني فكانت السياسات الأمريكية السابقة يعني السياسات أفرطت في التسامح مع الإيرانيين وتقديم التسهيلات بحيث يقولوا أنه أنا ما أبغاك تنتج إلا بعد عشرين سنة يعني أنت معنا كأنك تعطي إشارة أنه بعد عشرين سنة سينتج عملا نوويا طيب إذا تركنا الولايات المتحدة الأمريكية قليلا على جنب لكن فيما يتعلق بالموقف الأوروبي بالتحديد هناك قمة بعد يومين أو ثلاثة قمة الزعماء الأوروبيين وأنت تقول نحن نريد أفعالا لا نريد غضبا لا تتوقع أن يتمعا أو يندرج أفعال تحت هذه القمة كما ذكرت سابقا في القضية التركية و مع قبرص و مع اليونان و ذكرت أنه يعني عندما يأتي الحديث عن اتخاذ مواقف لا يتأخذ مواقف الأوروبيين وهذه يعني سياسة أنا دائما نسميها القارة العجوز تعاني من هذه المشكلة نفس المشكلة مع إيران يعني ستبقى نفس القضية يعني سيعطونا أصوات رافضة و غير مقنعة ولكن في الأخير لا أعتقد أنه سيعطونا صوت عملا جادا دكتور حسن في واشنطن هل تعتقد أن القمة الأوروبية بعد أيام تفضي إلى أفعال صارمة في وجه إيران أم أنها تبقى في نطاق ردود الأفعال الغاضبة نعتقد المهم الموقف الأوروبي تجاه إيران هو السياسة واضحة و معينة و في هذا البيان الذي صدره الآن الأوروبيين يتحدثون عن سياسة واضحة إيران تراهن عليها كثيرا وهذه السياسة هي الانفتاح الديبلوماسي يعني إيران تريد التخلص من العقوبات من خلال الانفتاح الديبلوماسي مع الولايات المتحدة و مع الدول الأوروبية الآن الدول الأوروبية تهدد بإقلاق غنات الديبلوماسي مع إيران من خلال هذا البيان الذي الآن صدر لذلك هذا تهديد واضح و حسن روحاني و محمد جواد ضريف حتى خامني يعرف معنى هذا التهديد إذا هم يستمرون بهذه الخروجات الواضحة والسافرة في داخل إيران لا يوجد هناك قناة ديبلوماسي مع الولايات المتحدة و مع الأوروبيين و لا يوجد أي انفتاح جديد لذلك هل تتوقع انتكالا من النظام الإيراني لما يحدث الآن أو ردة فعل من النظام الإيراني إيجابية تجاه هذه التحركات الأوروبية؟ يعني إيران عملت مناورة من خلال البرلمان الإيراني و من خلال الإجراءات التي اتخذتها أنا أعتقد أنهم يريدون يغلصوا النغاط الغادمة التي سيقدموها للأوروبيين مثلا أوروبا تطالب بموضوع الصواريخ علاوة على موضوع النووي و أيضا موضوع تدخلات إيران في المنطقة الآن النظام الإيراني يضع نغاط جديدة يضع موضوع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني و أيضا مخزون اليورانيوم و هناك نغاط كثيرة النظام الإيراني و شكل مناورة النظام الإيراني سيلعب على هذه النغاط مثلا يقول للأوروبيين طيب نحن نرجع من أجهزة الطرد المركزي الجيل الثاني إلى الجيل الأول ولكن أنتم عليكم أن لا تضغطوا في موضوع الصواريخ و في موضوع تدخلاتنا في المنطقة هذه أساس المناورة الإيرانية ولكن الدول الخليجية الدول العربية عليها أن تتدخل أكثر عليها أن تأخذ دور أكثر و عليها أن تدافع عن مصالحها خاصة في هذا الموضوعين موضوع الصواريخ لأن موضوع الصواريخ بالدرجة الأول يهدد الدول الخليجية نعم وهذا ما سنتحدث عنه بعد نعم اسمح لي أن نقاطعك لكن هذا ما سنتحدث عنه بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لهذه الليلة ابقوا معنا اشتركوا في القناة حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد أعود مع اتصال هاتفي مع الأستاذ سعد الحامد الكاتب الصحفي السياسي على وسلم بك أستاذ سعد نعم فيما يتعلق بالموقف الأوروبي من إيران يبدو أنه شديد اللهجة هذه الأيام إذا ما عدنا إلى أشهر قليلة إلى الوراء كنا نشاهد واشنطن تقاتل وحدها في مجلس الأمن مع صمت غريب ومريب من كافة الدول الأوروبية حول ما يتعلق بتمديد حظر السلاح على إيران ومحاصرة التهديدات الإيرانية وتجاوزاتها وانتهاكاتها في المنطقة كيف يمكن أن نفهم الموقف الأوروبي بين تلك اللحظة واليوم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا أريد أن أنطلق من أربع منطلقات مهمة قد تكون سبب أولا أو قد تكون أثرت في الموقف الإيراني والتصعيدي حيث أن الحدث الأول وهو مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد يكون له وقع صدى كبير في الداخل الإيراني وما لم تستطع أن تفعله النظام الإيراني من وجود ردة فعل لمقتل هذا القائد النقطة الثانية أو المنطلقة الثانية أيضا يعتبر التصعيد الإيراني الحاصل الآن هو ردة فعل على مقتل العالم الإيراني محسن فخري الرجل الهام في البرنامج النووي الإيراني وأيضا اللغوطات التي تمارس من الداخل ومن أركان النظام الإيراني أيضا على النظام في وجود ردة فعل سريعة على مقتل العالم محسن فخري إضافة إلى المنطلق الثالث النظام الإيراني والبرنامج النووي الإيراني حيث أن الموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كم صريح بالضغط بشكل مباشر على الحكومة الإيرانية وتحجيم النظام الإيراني والبرنامج النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية وصلت إلى أن نعم أستاذ سعد الحامد نعم أستاذ سعد يعني أنت تقول أن كل هذه الأحداث التي حدثت ابتداء أو ربما انتهاء بمقتل زادة وسليماني إيران كانت تتوعد بأنها ستنتقم لكن لم نرى ردة فعل مباشرة ميدانية على أرض الواقع مماثلة لما حدث هل تقصد بأن إيران ستنتقم بتطوير برنامجها النووي الإيراني وتجاوز القوانين الدولية في البرنامج النووي وهو ما تريد أن تقوله من خلال تصعيدها في البرنامج النووي برنامجها الآن لأن هي الوسيلة الآن الموجودة للرد ورد اعتبارها أمام العالم من خلال البرنامج النووي لأنها لا تستطيع التصعيد مع أمريكا في ظل وجود تهديدات أمريكية وتحذيرات شديدة اللهجة من النظام الأمريكي الحالي في ظل تساهل أو تشجيع غير واضح من الإدارة الأمريكية القادمة ونرى ذلك جليا من خلال أن توجه وتقارب الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة المرشح الديموقراطي جو بايدون وما يراه من أن التقارب الإيراني الأمريكي مهم جدا ولابد منه والعودة إلى البرنامج النووي الإيراني شكرا لك سيد سعد الحامد شكرا جزيلا لك كنت معنا وأنت الكاتب الصحفي السياسي شكرا على إثرائك الحوار في هذه الحلقة أعود لي الدكتور فهد الخريجي هنا في الأستوديو فيما يتعلق بالخليج كان الدكتور حسن يتحدث قبل الفاصل بأن على الخليج أن يتحرك وزير الخارجية كان يتحدث قبل أيام بأن أي اتفاق نووي مع إيران لا يمر عبر المشاورة أو مشاورة دول الخليج سيكون لاغيا أو لا يمكن الاعتراف به لماذا على الخليج إذن أن يتحرك وأن يكون حاضرا على طاولة الاتفاق النووي لأنه هو المعنى بهذه القضية المهدد الأساسي للخليج هو إيران يعني هذا العنصر رقم واحد والأساس في هذه القضية ودول الخليج يجب أن تكون شريكا وليس فقط أن تستشار شريكا لأنها هي التي تعاني من الآثار السلبية للنظام الإيراني هذه قضية أساسية كنت الحقيقة يعني في نقطة أساسية وهي أنه وكالة الدولية للطاقة ذرية تقول أنه في الوقت الحاضر الآن يمكن لإيران إنتاج ثلاث قنابل نووية بالما لديها من مخزوم من الإيرانيوم والمملكة طبعا الحمد لله يعني المملكة تطمن المواطنين وشعبها بأنه اليوم الذي تعلن في إيران امتلاكها للسلاح النووي سوف تمتلك المملكة السلاح النووي قد أعلن هذا رسميا في عدة مناسبات القضية الأساسية أنه هل استخدمت إيران ما يسمى الجهود النووية التي تتسعي عليها لخدمة الكهرباء مثلا إنتاج الكهرباء؟ لا بدأت صغيرة والآن تنمو وتكبر ونحن يعني هم لديهم القدرة على المناورة وسيناورون وأعتقد أن إيران ستستمر في العبث بالأوروبيين وبالأمريكيين وتحاول أن توجد مجالات للحوارات والنقاش وتستمر هي في زيادة نصبية من 200 كيلو جرام إلى 2500 كيلو جرام يعني بلا حسيب ولا رقيب بلا حسيب ولا رقيب طيب أذهب للدكتور حسن هاشميان في واشنطن دكتور حسن هل اقتربت إيران من صناعة ثلاث رؤوس أو ثلاث قنابل نووية كما نقل الدكتور فهد هنا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكيد يعني هناك حوالي 3000 كيلوات من الأورانيوم المخصب لذلك هذا يعني وفقا إلى نظر الإخصائيين في هذه الغضية يعني ثلاث قنابل نووية وإيران عادة ودائما منذ تأسيسها حتى الآن دخلت موضوع الغنبلة النووية في صميم استراتيجيتها وبصميم بقاها بقاها كدولة ولي الفغي تريد تسيطر وتهيمن على المنطقة لذلك أنا أعتقد أن من الواضح والبديهي أن الولي الفغي يبحث عن الغنبلة النووية الآن أكثر من عشرين سنة موضوع النووي الإيراني مطروح على الطاولة ولكن لم نشهد هناك مثلا مفاعل كهرباء وخدمة مثلا طبية وغير طبية عندما يعطي هتافات النظام الإيراني بأنهم يريدون أهداف طبية وأهداف كهرباء وإنتاج كهرباء وما شاء بذلك نحن لم نرى هذه الأشياء وفي المستقبل أنا واثقا أبدا لم نرى لأن كل هذا النشاط هو تقطية لوصول النظام الإيراني إلى الغنبلة النووية هذا كل ما يسعى له الولي الفغي ولكن فقط فرصة أعطي موضوع فيما يتعلق به دول الخليجية دول الخليجية عليها تربط موضوع صواريخيران بالإمدادات النفطية يعني تقول للأوروبيين وتقول لأمريكا إذا الصواريخ موجودة الإمدادات النفطية في المنطقة دائما ستكون في الخطر وهناك تجارب لدينا ما حصل في أرامكو وما سيحصل من الحوثيين وغير الحوثيين لذلك هذا يكون نقطة مركزية ارتباط الصواريخ الإيرانية بالإمدادات النفطية واستمرار إمدادات النفطية في المنطقة نعم لكن قبل أن أوجه نفس السؤال لدكتور فهد هنا في الستوديو أود أن أسألك دكتور حسن يعني لا يمكن لإيران أن تبقى طول هذا الوقت بذات القوة وبذات الدافعية وبذات الإمدادات رغم فرض العقوبات المتكررة والمتزايدة عليها إلا أن تكون هناك بعض الآياد التي تمد لها العون في الحديقة الخلفية من يدعم إيران في الحديقة الخلفية؟ طبعا هناك مجموعات في العراق تدعم إيران هناك لديهم مخططات في كربلا ولديهم مخططات في بعض المدن وهناك عشرات المليارات الدولار الدولارات تذهب إلى النظام الإيراني أيضا هناك بعض الآيات في بغداد وفي مكانات أخرى تدعم هذا النظام لذلك علينا أن نفصح عن كل هذه المراكز التي الآن قصبا على الشعب العراقي وعلى الشعب اليمني وعلى الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري تدعم هذا النظام الذي يريد يدمر كل المنطقة ويقتل كل الشعوب تجربة هذا النظام نظام الولي الفقه مع الشعب الإيراني هي تجربة واضحة قتل كل الشعب الإيراني يعني يحكم على الشعب الإيراني من خلال السجون والتعذيب والغمع والتنكيل ونفس التجربة يمدها للعراق انظروا كيف تعاملوا مع المتظاهرين ونفس التجربة يمدونها إلى لبنان وسوريا واليمن ومكانات أخرى لذلك يجب تشفيف هذه المراكز التي تدعم النظام الإيراني نعم دكتور فهد يعني من خلال استقراءك لسياسة المملكة العربية السعودية هل يمكن أن يأتي اليوم الذي تقول فيه المملكة النفط مقابل الصواريخ؟ إداد النفط مقابل قطع يعني أنا متأكد يعني المشكلة ليست تفقد في الصواريخ وإنما تهدي أن النظام الإيراني بشكل عام يهدد الاقتصاد العالمي كما ذكر زميلنا الكريم فتهديد الاقتصاد العالمي أساسا في البترول يعني إذا لو حصل أنه تم استهداف منصات بترول أو تم استهداف ناقلات البترول السوق العالمي على طول به البترول بدل ما هو خمسين بسبق ثلاثمية وخمسمية ربما يتعطل حتى تشل الحركة الاقتصادية العالمية لأجل ذلك الأوروبيين يجب أن يكونوا جادين وهم لم ينظروا طبعا أنا أقدر أنه يعني إذا قرأت التاريخ من الذي أتى بالخميني حقيقة الطائرة التي نقلته من العراق إلى فرنسا طائرة فرنسية وتم إسكانه في أحسن الفنادق وكون الحكومة في فرنسا ففرنسا كانت حكومة كانت داعمة للنظام الإيراني و إلى اليوم ما زالت تجامل حزب الله في لبنان فهذه القضايا الأساسية يعني لا نريد وجهين من الدولة الأوروبية وجه الغضب و وجه لا نريد أفعال هناك مصالح لكم مصالح اقتصادية للأوروبيين و الغربيين المملكة قادرة على الدفاع عن نفسها لكننا لا نريد أن ندخل في الحمد لله على الله أعطى هذه البلد القيرات و قدرتها على التنمية المواطن يشعر بزخم تنمية و الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة لقدمة المواطن و المقيم صحيا و اقتصاديا عندما قصر الطعام و الغذاء في أمريكا و أوروبا كان في قمة تدخل الأسواق لا تجد نقص بينما في الأسواق الأمريكية كان هناك نقص لأجل ذلك الإيرانيين يجب أن نفهم شيء واحد وهو أن الإيرانيين سيستمرون في هذا المناجد القبيع و لا يمكن إيقافهم إلا بتضامن عالمي و هذا التضامن العالمي غير موجود الآن و لكن في المقابل المملكة كما ذكرت أنه اليوم الذي ستمتلك به إيران القنبلة نوية ستمتلك المملكة كذلك القنابلة نوية شكرا جزيلا لك الدكتور فهد الخريجي و السادة الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود على إثرائك الحوار في حلقتنا لهذه الليلة الشكر بالتأكيد موصول إلى واشنطن للدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي الذي انضم معنا في هذه الحلقة و أثرى حوارنا الشكر لكم و أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ندعوكم لمتابعتنا في حلقة الغد في ملفات جديدة و متجددة ابقوا في أمان الله